منذ قليل نضم إلينا السيد أشرف العادي كبير الاستراتيجيين في سيتي اندكس افكس سوليوشنز سيد أشرف أهلا بك وكما استمعنا لماريو دراقي الكلف كان في انتظار ربما التفاصيل برنامج الـ QE 60 مليار يورو شهريا ولكن لم يعلن لأننا نحن طبعا في انتظار صدورها على الموقع الـ ECB ولكن بشكل عام كيف قرأت اليوم خطاب ماريو دراقي نعم حسين بالضبط نحن ننتظر المزيد من التفاصيل عن برنامج الـ QE هنا في موقعهم ولكن لن يخرج جايشي الأول شيء شفنا اليورو قفز قفزة إلى 1.11 لما عمل مراجعة إيجابية لتضخم لنمو لـ 2015 ورفع النمو لمنطقة اليورو من 1 بالمئة إلى 1.5 بالمئة من المراجعات التي نساوهم بشهر 12 ولكن بعد ذلك هبطوا أو يعني راجعوا نسبة التضخم المالي من 0.7 بالمئة إلى 0 بالمئة ولكن حسنوا حسنوا توقعاتهم لـ 2016 ولا علينا المهم أنه بعد ذلك اليورو استرجع الهبوط والآن على دولار وعشرة من أهم الأشي اللي شفناه الآن أنه يعني دراقي أنه البرنامج هو لازم ينتهي أنه برنامج شراء الأصور 60 بليون يورو يجب أن ينتهي بشهر 9 2016 ولكن ماريو دراقي ندد أنه بسهولة سيمكن يتم استئناف البرنامج وتمديد البرنامج بعد شهر 9 2016 إذا نسبة التضخم المالي لن تقترب إلى النسبة المستهدفة وهي 2 بالمئة والآن نشوف هو تحت 0 بالمئة فالسؤال هو حسين إذا خلينا نشوف من شهر 7 أو من شهر 8 إذا من شهر 7 وشهر 8 إذا اليورو يكون نزل إلى 1.7 ويكون اليورو نزل وتضخم المالي خلينا نقول أنه كان تحسن إلى 0.5 هل ذلك سيعني أنه سيتم يعني هذا هو الإشي فندخل إلى برنامج جديد من التايبرينج وأنا أعتقد أنه شراء الأصول لسارح يكون هذا يعني لسارح ينطى بقوة لن يكون هناك حكي إلا إلا لما الإنفليشن والنسبة التضخم تصل إلى 1.1 ولا 1.2 ولا أتوقع ذلك أنه أن يحدث قبل نهاية العام هذا طب أشرف أنا يعني بالنسبة لي أنا لم أشهد الكثير من الجديد يعني في خطاب اليوم ماريو دراقي أو حتى طبعا نحن سننتظر فقط تفاصيل برنامج لوكي ولكن لماذا تأثر اليورو بهذا الشكل وهل هذا يعني أن الضعف على اليورو سيستمر عندما يبدأ برنامج شراء الأصول نعم هذا سوء الجيد شوف أول إيشي خلينا إذا نتكلم عن اليورو طبعا العامل الآخر أنه ماذا سيقول البنك المركزي الأمريكي بنص بمنتصف الشهر هذا بعد أسبوعين ماذا سيعمل هل هل سيبقي يعني كلمة الصبر يعني وهي إشارة أنه إذا يبقونها فيمكن يعني أنه سيبتعدون من رفع أسعار الفائدة بشهر خمس ولا بشهر ستة ولكن بالرغم من أنه هذا يمكن أن يكون عامل تعامل سلبي للدولار إذا يكون هناك أرقام أمريكية يعني يعني لتخيب الأمال عندك لسه الفكرة أنه البنك المركزي الأوروبي من كل تفلسف هذا ومن كل شراء البرامج ومن كل أشيراء الأصول ومن كل ذلك العامل الرئيسي اللي لازم نعرفه أنه هو بحاجة البنك المركزي بحاجة إلى يورو ضعيف ولأنه حوالي أكثر من 60% من الواردات ومن الصادرات تأتي في منطقة اليورو داخل منطقة الأوريو ولا تستفيد من ضعف اليورو فيازم يكون الضعف يكون زيادة عن اللزوم ويكون هبوط يعني حاد حتى هذا الضعف يبدأ أن يفيد المنطقة فبخلاص الكلام أنه لازم نعرف أنه شوف أنه فيك تستوي شراء 60 مليار 70 مليار يمكن بعد حوالي 6 أشهر يزيد البرنامج يعني المقدار إلى 90% ولكن هو بحاجة إلى يورو ضعيف وحتى إذا يلن لن تساعد حتى إذا البنك المركزي الأمريكي يقول أنه حصل في إيشي ونحن رح نؤجل رفع أسعار يساعد يعني هبوط اليورو ولكن وذلك مما يضطر أنه البنك المركزي الأوروبي أن يرفع البرنامج من 60 مليار إلى حوالي 70 وتولى 90 مليار أشرف لو لاحظنا يعني خلال الفترة الماضية ومنذ بداية العام العديد من البنوك خفضت مستويات الفائدة تفاجأنا عندما البنك الأسترالي أبقى مستويات الفائدة دون تغيير عند 2.4 نقطة لم نستغرب كثيرة مع البنك الكندية ولكن شهدنا الدولار الكندية يرتفع بشكل عام هل بدأنا نشهد حتى بعض البنوك ربما نشهد حالة من الهدوء في سياساتها النقدية يمكن يعني بعد مفجأة شهر واحد يعني يمكن أنه لسه فيه الباب مفتوح للمزيد من تخفيض أسعار الفائدة في أستراليا ولكن الآن في حوالي بس نحن نعتقد أنه يمكن أن نقول أنه لن نرى أي المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة في الكندا إلا إذا البترول ينزل مرة أخرى تحت 40 ولا 45 ويبقى هناك لأنه هناك الديناميكيات الكندا التي هناك تأتي بعد فعالية أسعار الفائدة وبعد فعالية وديناميكيات الإيجابية التي تأتي من الولايات المتحدة ولازم نعرف أنه عندك فعالية الإيجابية للاقتصاد الكندي التي أتت من ضعف الدولار الكندي وهذا الضعف الذي بدأ حوالي ثلاث أشهر وليس بعد ما كان هناك وليس بعد يوم تخفيض سعار الفائدة فنحن نعتقد أن الدولار الكندي أنه يمكن سينزل الدولار الأمريكي إلى 1 و23 وحتى و22 و50 وخلينا نقول شيء أنه شهر ثلاثة وشهر أربعة بآخر عشر سنين كانوا أحسن أشهر للدولار الكندي مقابل الأمريكي إذا تدخل بالتحليلات الموسمية الدولار كاد ينزل حوالي 9 من آخر عشر سنين في شهر ثلاثة وشهر أربعة منتاز أشرف سأكون معك في حديث أيضا مفصل عن أسواق العملات وما الذي قد نشهده خلال الفترة على المدى القصير والمتوسط وكيف تكون استراتيجيات التداول ولكن أيضا بعد الفاصل الظروف الجيوسيسية تحبط بأرباح روزنفت الروسية 10% إلى 5 مليار و700 مليون دولار وبالعودة إلى ضيفي من لندن أشرف العيدي أشرف تحدثنا قليلا ربما عن السياسات البنوك المركزية ولكن بالنسبة لفوركس التريدر ما يهمه الآن اليورو عند هذه المستويات هل هي مغرية للشراء أو ننتظر قليلا أو ننتظر حتى يرتفع قليلا ومن ثم نبيع ما هي الاستراتيجية الأفضل نعم هو عدم وقع في الفخ الذين يقعون فيه الناس كثير وحتى نحن نوقع فيه مرة أخرى وهو الركوب على الارتدادات التي يمكن أن تكون مغرية إذا ترى ارتداد فوق دولار وحداش ودولار واثناش فأنا أعتقد أن اليورو لسه يريد أن يمتحن مستوى دولار وثمانية إيمتنا راه مش متأكد ولكن كما قلت يعني مدى الارتداد الآن سيعود على مدى الكلام ومدى التحديدات من البنك المركزي الأمريكي كما قلنا بالمرنامج هذا نحن لا نعتقد أنه سيكون هناك أي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ولكن ذلك لا يهم ماذا نعتقد اللي يهم أنه ماذا الشو اللي بتوقع السوق فأعتقد أنه يعني حتى إذا تأخذ العامل الأمريكي اليورو الآن بحاجة إلى المزيد من الهبوط ففي هناك نوعا من المتدولين الذين يريدون المغامرة ويردون أن يشترون والبحث على عشرين سبعين نقطة طبعا يعني ممكن الواحد يرى أرباح من خلال شراء اليورو يمكن بل نرى أرباح شراء اليورو مقابل النيوزيلاندي ولكن العملات التي نفضلها الآن هو الكندي مقابل الأمريكي ومقابل الين يمكن أن نرى الدولار سيخترق 121 مقابل الين والإسترليني هو الذي كان المفاجأة الهبوط الذي شاهدنا هذا فيمكن أن نرى نوعا من الهدوء ولا نوعا من الدعم في حوالي دولار و51 ولكن كما ذكرت كانت مفاجأة وبالفعل هي مفاجأة تراجع السترليني من المسويات الـ 1.55 إلى 1.52 حاليا البيانات الاقتصادية إيجابية لاحظنا الـ PMI الأرقام الأخيرة كانت في قطاع البناء في قطاع الصناعي حتى في قطاع الخدم الذي جاء متراجلا لو نظرنا إلى التفاصيل شهدنا الوظائف ارتفعت وقد نشأت تحسن في الأجور وهذا ما يريده بنك انجلترا المركزي طيب لماذا هذا التراجع على السترليني إذا كان عندي بالإجابة هذه يعني كان عندي الإجابة يعني أن هبطنا إلى هذا المستوى وحتى هبطنا تحت نقطة 55 متوسط 55 يوم السترليني تعرف هو متعرض لطيارات المالية والطيارات في الاستثمارات الكبيرة يعني في المنازل وفي البنوك هناك عامل سلبي اللي هو يمكن أن يقول أنه لأنه حزب الليبر حزب حزب العمال أنه الآن ينمو من الشعبية ويمكن سيعرض خطورة ولا صعوبة للحزب المحافظين الذي يريده السوق والإسترليني والبورصة في الأيام هذه شفنا أنه الليبر بارتي حزب العمال الآن أنه ينمو من المزيد من الشعبية فهذا نحن عارفين أنه كنا نتكلم عن الإسترليني كل إشي جائز كل إشي رائع وكل إشي بالاقتصاد إلى العامل الأساسي هو العامل السلبي وهو أنه يمكن أن لا يكون هناك أغلبية والأكملية في اندخابات يوم خمسة من شهر سبعة وهذا هو الذي يمكن أن يعرض المجهول والمجهول والغير معلوم للهبوط في الإسترليني ويمكن واحد يقول ولكن لأنه الاقتصاد صار متحسن فيمكن أن الناس سيصوتون على المحافظين الذي يردهم السوق لكن المشكلة أن المحافظين أن حزب المحافظين ليس عندهم الأغلبية لكي أنه يحثون على البرلمان فلازم أنه يعملوا كواليشن يا مع اللبدم ولكن لا نتوقع أنه سيكون ذلك فهذا هو علامة الاستفهام والأسواق المالية لا تريد المجهول ولا تريد الانسورتينتي هذا هو بوسعي كما أقدر أن أجاوب عليك طبعا بأسواق العملة خمسة رليون دولار باليوم أنه غير الواحد بالصعب أنه يفهم أي شوف بدقة ماذا يحدث بكل متى النقطة ولكن يمكن أن نقول أنه سيكون هناك دعم على دولار وواحد وخمسين ودولار وواحد وخمسين سبعين في الإسترليني أشرف أخيرا العملة اليانا والتي كانت ربما أكثر مللا في تداولات الفترة الأخيرة ما الذي نتوقعه للفترة القادمة شوف يعني يمكن أنه سنرى مفاجأة بشهر أربعة يمكن بشهر أربعة وهو في العام المالي الجديد في اليابان يمكن أن نرى يمكن الزيادة في الضخصيول من طرف البنك المركزي الياباني الآن أرى أنه لسه في عملات مثل الكندي ومثل الأمريكي أنه يمكن أن يزيدون حوالي أكثر من 2 أو من 4 بالمئة سمح لي يعني من 3 إلى 4 بالمئة من هنا يمكن أن نرى 121.50 ولكن سيكون طريقة كثير تقيل حتى إذا نشوف رقم الوظائف غدا يكون يخيب الأمال أعتقد أن يمكن أن نرى الدولار يخترق 121 يمكن أن نرى 122.50 122.40 ولكن بنفس الوقت الكندي مقابل اليان إذا نفضل الكندي مقابل الدولار الأمريكي فطبعا لازم نفضله مقابل اليان هذه هي من الديناميكيات التي نراها ونيوزيلندي الآن بدأ يوقع بعدما كان هناك إعلان من البنك المركزي هناك يعني حاول أن يقول أنه سيضيق سيضيق يعني أنه لن يعطي سهولة في شراء المنازل ويريد أن كما نقول يعني يعمل نوعا من التايتنينج ويشد السياسة المالية هذه مش إلا برافع سعر الفائدة ولكن من خلال أنه يصعب شراء المنازل وهذا أدى إلى نوعا من الهبوط في نيوزيلندي بالفعل وخصوصا المنازل ربما التي كان يتداول فيها كسبيكوليشن أو مضاربة في السوق على كل نساء أشرف العادي كبير إزراجيين في شكرا جزيلا لهذه المشاركة